ماتش الأهلي وسانداونز بكرة بعد ساعات يعني شايف المجازين؟ ماتش صعب جدا صعب جدا ويعني أتمنى أن الأهلي فعلا يلعب بشخصية البطل الأهلي هي قابل الوقت مش قابل سانداونز كل ما الوقت يعدي ده في صالح الأهلي هتلاقي في التسرعات كبيرة جدا من سانداونز إن شاء الله يبقى الفروس حالي في الأهلي الأهلي محتاج إيه عشان ما يكررش اللي حصل الموسم اللي فات أعتقد محتاج ما يستجبش الإغواء الضغط العالي في لعيب السانداونز اللي بينقلوا الكرة كتير في ملعبهم الأهلي آه سجل منها الهدف في القاء القاهرة وسجل هدف في القاء سانداونز ولكن ضربتها بتبقى عالية جدا أعتقد أنها تقتصر على ضربات المرمى يعني أنت تضغط عالي فوق ضربات المرمى اللي ممكن تستفد منها ولكن أنت تستجيب للإغواء بتاعها دي بتبقى خطر جدا في النقل وخاصة لو سانداونز كامل هجوميا يعني هو أنت ممكن تقرأ التشكيل لو سانداونز عنده غيابات في الهجوم ريبيرو وشاوليلي ممكن الأهلي يستفاد من الضغط لأنه حيبقى هجومه سانداونز مش شارس إنما لو إلي وقيت شاوليلي في الملعب وريبيرو في الملعب والفريق بتاعهم كامل وفيه نقطة سانداونز عنده نقطة ضحف كبيرة جدا في كرة السابتة الأهلي سجل فيه في القاهرة بترو أتليتكو كادة أن يسجل فيه بدل المرة ثلاثة الويدات خرجوا من أفرق بكرة سابتة والأهلي بيجد إرسال الكرة السابتة فيبقى الجيم طويل والأهلي يستنى يلعب على الكرة السابتة ويأخر ضغطه لتلتين البلعب بالميديام البلوك اللي يخنق سانداونز وما يسمح لهمش بمساحات كبيرة لأن الاستجابة لإغواء سانداونز اللي يبدو أن أنت ممكن تستجيب الإغواء أنهما بيغلطوا ولكن الضريبة اللي ينجحوا في الخروج الكرة وبيعملوها بتبقى قاتلة ثلاثة أربعة نقلات وحتلاقي ثلاثة أربعة رايحين في مواخف سيئة جدا وما أنا بقولك هي تتقرى من التشكيل لو لقيت تشكيل سانداونز الأساسي كاملين وبيلعبوا بقى سيمب زواني في عشرة وربيرو وبيتر شاوليلي لأ ارجع ويلعب بلوكك المتوسط وانزل تحت لقيت بقى في الغيابات موجودة غامر غامر واغلط لأن هجوم ممساعدة مش هيخوض